هذا الدرس هو مدخل جديد للمصفوفات والمصفوفات هي مجموعة بيانات أو أعداد تكتب على شكل مستطيع دائما أعداد الصف تكتب باليسار وأعداد الأعمدة في اليمين بهذه الطريقة فمثلا في هذا السؤال فقط يريد مني حجم هذه المصفوفات الصف في اليمين كم صف بها صفين وكم عامود خمسة فإذا تكتب اثنان خمسة هنا لدينا ثلاثة صفوف لاحظوا فتكتب حجمها ثلاثة واثنان فقط الآن أنا أريد الحجم أما هذا السؤال إذا كانت المصفوفتين متساويتين فالعناصر في الداخل متساوية أي أن النصر x زاء ثلاث يجب أن يساوي ستة ونقوم بحل هذه المعادلة x يساوي ثلاث العدد سالب واحد لاحظوا العنصر الذي يقابله في نفس المكان بالضبط هو ال y فإذا ال y تساوي سالب واحد مباشرة لاحظوا الخمسة هي خمسة بالفعل موضوعها الصحيح يبقى لدي المجهول الأخير زد ناقص ثلاث يجب هذا العنصر بشكل كامل أن يساوي العدد أربعة ونقوم بحل هذه المعادلة البسيطة كما ذكت الآن فقط أريد أن أكتب حجم أو أبعاد هذه المصفوفة لكن في الدرس القادم الآن سنقوم بتوضيحه أيضا سأقوم بالعمليات الحسابية على المصفوفة مثل الجمع والطرح في البداية مرة ثانية هذه المصفوفة لاحظوا بها ثلاثة صفوف أي ثلاثة في اليسار وعدد الأعمدة هي أربعة فهذا حجمها سي دائما الصف في اليسار تذكر والعامود في اليمين أما في السؤال الثاني فقط يريد مني المدخلة أي أن يريد مني العنصر فقط اثنان ثلاث أي ابحث في الصف الثاني الصف الثاني في هذه المصفوفة سأقوم بتلوينه هذا هو الصف الثاني وابحث عن العامود الثالث من هذا الصف والعامود الثالث واضح نقوم بالعدد من جهة اليسار هذا هو العامود الثالث فإذن أتحدث عن العنصر بي وهو العدد أربعة مرة ثانية هذه بها صفين وثلاثة أعمدة السؤال الرابع به ثلاثة صفوف عامود واحد طبعا هذه تسمى مصفوفة عامود هذه المصفوفة الثالثة أربعة صفوف عفوا وثلاثة أعمدة المصفوفة الستة تسمى مصفوفة مربعة لأن الصفوفة الأعمدة متساوية أكتب أي مثال لمصفوفة صف أن يكون بها صف واحد لا يهم كم عدد الأعمدة المهم أن يكون صف واحد والعناصر غير مهمة أي أرقام أكتبها حتى لو كانت متشابهة مصفوفة عامود مثلا يكون بها عامود واحد ولا يهم من عدد الصفوف سأكتب صفين فقط اثنان صفة نريد في السؤال سي مصفوفة مربعة أربعة صفوف وأيضا أربعة أعمدة مثلا سأكتب بها متغيرات من الممكن أن أكتب أيضا بها أعداد ثلاثة خمسة اثنان واحد العدد مثلا الصفر وأيضا من الممكن أن أعيد كتابة نفس المتغير واي